أعزاء الطلاب يسعد صباحكم اليوم رح نبلش إن شاء الله بالدرس التاني الوحدة الأخيرة اللي هو درس المتسلسلة احنا بلشنا بوحدة متتاليات وتسلسلات وأنهينا الدرس الأول عن المتتاليات اليوم ناخد الدرس التاني اليوم الدرس التاني هو عن المتسلسلة بنا نعرف إς 650 الفرق مبين المتسلسلة ومبين المتتالية المتتالية احنا أخذنا إنها هي عبارة عن مجموعة من الأعداد التي ترتب وفق قاعدة معينة ويفصل بين كل عدد وبين العدد الآخر الفاصلة لكن بالمتسلسلة هي أيضا نفس المتتالية ولكن بدل الفاصلة بنحط إشارة الجمع إذن يستعاد عن إشارة الفاصلة الموجودة بين حدود المتتالية بإشارة الجمع فتكون المتسلسلة خلينا نشوف مثال أنا عندي طالب منك مثلا أكتب المتسلسلة المرتبطة بالمتتالية 1-2-3-4-5-6-7-8 كلنا منعرف أن هذه المتتالية وبين العدد والعداد في عندي فاصلة ولو نجد الحد النوني لها في عندي هاي الأعداد مرتبة حسب قاعدة محددة الآن حتى إني أحول مثل ما هو طالب مني بهذا السؤال من متتالية لمتسلسلة بدل الفاصلة أحط إشارة زائد إشارة الجمع واحد زائد بين أقوى السالب تنين زائد شلط الفاصلة ثلاثة زائد سالب أربعة زائد الخمسة بنلاحظ أنه بدل الفاصلة في كل مرة حطينا إشارة الجمع فأصبحت هذا المقدر الموجود أمامي هو عبارة عن متسلسلة المرتبطة بالمتتالية عن طريق عملية استبدال الفاصلة بإشارة الجمع مثل ما هو واضح أمامنا الآن خلينا شوف تدريب على هذا الحكي عندي تدريب الأول صفحة 136 اكتب المتسلسلة المرتبطة بالمتتالية واحد نص تلت ربع واحد على خمسة إلى ما لا نهاية طبعا باللاحظ أن هذه المتتالية غير منتهية شو يعني من هذا الحكي بنفهم أنه أيضا المتسلسلات عندي إما أن تكون منتهية أو غير منتهية إذا كانت المتتالية غير منتهية فتكون المتسلسلة المرتبطة بها غير منتهية وإذا كانت المتتالية منتهية تكون المتسلسلة المرتبطة بالمتتالية منتهية الآن كيف أنا بدي أكتب المتسلسلة المرتبطة بهذه المتتالية فقط عملية تحويل بدل الفاصلة بحط إشارة الجمع تصبح واحد زائد نص واحد الجواب واحد زائد نص زائد تلت زائد ربع زائد خمس إلى ما لا نهاية ليه؟ لأنها متسلسلة أصبحت غير منتهية هيك أنا كتبت الجواب للمتتالية الموجودة أمامي كيف حولت المتتالية للمتسلسلة بتبديل الفاصلة بإشارة الجمع نشوف عندي الفكرة الثانية من الدرس فكرة أقولها بسيطة جدا نشوف الفكرة الثانية إيش طالب مني بالتدريب الثاني؟ طالب مني استخدم رمز سيجما للتعبير عن المتسلسلتين الآتيتين إيش يعني؟ سيجما رمز المجموعة سيجما خلينا شوي جميعنا نرتبط سيجما هي عبارة عن عداد مجموعة عداد بيبدأ من عدد دائما العدد الواحد سيجما عداد أو مجموعة يبدأ من عدد وينتهي إلى عدد آخر أيضا هذا العدد قد يكون محدد حسب آخر عدد عندي رتبة آخر عدد في المتسلسلة أو قد تكون إذا كانت قد منتهية إلى ما لا نهاية هون عندنا مثال عندي هون عندي الحد الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس آخر حد عندي هو رتبة السادسة إذن هذا السيجما أو هذا المجموع بيبدأ من العدد الأول للعدد السادس إذن استخدم رمز المجموع بحدد بالبداية من العدد الأول دائماً وينتهي بالعدد الموجود عندي الرتبة الأخيرة الموجودة عندي للتعبير على المتسلسلتين وهون نكتب مين الحد النوني ننوجد قاعدة هذه المتسلسلة الحد النوني اللي إلها طيب إذن نجي هون بعد ما رتبنا وعرفنا الأعداد بلشت من الأول للسادسة اللي هي قيم نون الرتب ننوجد الحد النوني وكلنا بنعرف كيف نحن نوجد الحد النوني وأخذنا في مرات سايقها كثير الآن الواحد عندي أصبحت تلاتة التنين عندي ستة التلاتة عندي تسعة وأيضاً الفرق بين التلاتة والستة في عندي تلاتة وهنا في عندي تلاتة وهنا في عندي تلاتة إذن القاعدة رح ترتبط بالعدد التلاتة كشيء أساسي إذن الحد النوني يساوي تلاتة خلينا نشوف تلاتة القوة واحد تلاتة القوة تنين تسعة ما بتزبط طيب لو أجي أحكي ده أضرب التلاتة في نون تلاتة في واحد تلاتة في اتنين ستة ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في أربعة نعم إذا الحد النوني يساوي الثلاثة في نون إذا الحد النوني ثلاثة نون الآن هو إيش طلب مني؟ طلب مني أستخدم رمز المجموع للتعبير عن هاي متسلسلة بنكتب سيجما بلشنا من نون تساوي واحد وانتهينا بالعدد السادسة ورتب السادسة وفي الداخل السيجما بنكتب الحد النوني اللي هو الثلاثة نون تساوي القيم موجودة عند لي ثلاثة زائد ستة زائد تسعة زائد اتناش زائد خمستاش زائد تمنتاش إذا هيك إحنا كتبنا المطلوب أو عبرنا عن المتسلسلة باستخدام رمز المجموع اللي هو طلبه مني طيب خلينا نشوف مثال تاني أنا عندك ومعطيك سالب تنين أربعة سالب ستة تمانية سالب عشرة اتناش سالب أربعتاش أول شي إحنا عشان نبدأ بالرقم هاي واحد تنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة إذا أنا عندي سيجما بلشت من نون عندما تساوي واحد وانتهت عند سبعة رسبة سبعة ضايل عندي أوجد الحد النوني أنا عشان الأوجد الحد النوني ننتبه هون في عندي قاعدتين حكينا وذكركم لما يكون في عندي عزب سالب بعدين موجب سالب موجب أو العكس موجب سالب موجب سالب بعتمد على إحدى القاعدتين التاليات اللي هي إما سالب واحد للقوة نون أو سالب واحد للقوة نون ناقص واحد وللو حطيت نون زائد واحد صحيحة ليه لأنه أول إشي عندي إنسى أنه فيه أعداد مختلفة بتذكركم بالقاعدتين الأساسيات سالب واحد للقوة واحد سالب واحد إذا بتظلها سالبة إذن أنا هنا أنا دعتمد على القاعدة الأولى سالب واحد للقوة نون سالب واحد للقوة تينين طبعا ما العدد زوجي بتصير موجبة هيها موجبة إذا رح أخذ القاعدة الأولى إذن جزء من الحد النوني سالب واحد للقوة نون ضرب ننشوف الآن العلاقة ما بين الرتب ما بين الأعداد التاني اللي هي تينين أربعة ستة تمانية عشر 12 14 الواحد كيف صارت عندي 2 والتنين كيف صارت 4 والتلاتة كيف صارت 6 لو أحكي هنا مضاعفات الحدد 2 إذن الحدد 2 شيء أساسي أربط بالقاعدة طيب 3 في 1 2 2 في 2 4 2 في 3 6 2 في 4 8 معناته أنا عندي 2 نون إذن رح يكون عندي الحد نوني كامل سالب 1 القوي نون ضرب 2 نون يساوي اللي هي السالب 2 زائد 4 ناقص 6 زائد 8 ناقص 10 زائد 12 ناقص 14 هي إحنا أوجدنا الشيء المطلوب بعيد موضوع بكل بساطة طالب مني الفكرة الجديدة كيف أستحدم رمز المجموع للتعبير عمسة سلسلتين حكينا سيجما هي عبارة عن عداد ببدأ من نون دائما من العدد 1 وبنتهي بعدد حسب عدد الحدود الموجودة عندي في المتسلسلة كانت ستة ولا خمسة ولا أربعة أو إلى ما لا نهاية وفي داخلها لازم نوجد الحد النوني لهذه المتسلسلة هون بدأنا بالفرع الأولاني كيف نوجد الحد النوني إحنا بنعرف فما علينا إلا نوجد الحد النوني نوجده في داخل سيجما ونحدد العدد الأول والعدد النهائي مقابل المتسلسلة كذلك الحال في الحال الثانية لكن هون حكينا دائما لو يكون عندي عدد سالب وعدد موجب أو موجب سالب بعتمد على إحدى القاعدتين التاليتين إما سالب واحد للقوة نون أو سالب واحد للقوة نون ناقص واحد ثنيا بوجد القاعدة ما بين الرتب وما بين الأعداد ثنين أربعة ستة تمانية من مضاعفات الثنين إذا الثنين إلو ضلع أساسي في القاعدة جربنا ثنين تربية ما ضبطت ثنين ضرب نون ثنين القوة نون ما ضبطت ثنين في نون ضبطت معنا فكتبنا الصورة المطلوبة نيجي للفكرة اللي بعدها طبعا هاي الورقة كاملة شوف شو مطلوب مني بالحالة الثانية تدريب ثلاثة صفحة 138 طالب مني أكتب المتسلسلة المرتبطة بكل من المتتاليتين الآتيتين باستخدام رمز المجموع سيجما يعني أول شي أنا بدي أحول المتتالية لمتسلسلة وبعدين أعبر عنها برمز المجموع سيجما وأوجد الحد النوني لهاي المتسلسلة بالبداية هاي واحد تنين تلاتي أربع خلينا نجد الحد النوني طبعا غير منتهية الحد النوني واحد صارت سفر تنين صارت سبعة تلاتي صارت ستة وعشرين أربعة صارت تلاتي وستين طيب طيب فرضا نون تربيع ناقص واحد واحد تربيع واحد ناقص واحد صفر طيب نشوف تنين تربيع ناقص واحد تنين تربيع بصير أربعة ناقص واحد ثلاث لا طيب لو خليناها تكعيب طيب خلينا نجرب على تنين تنين تكعيب ناقص واحد تمانية ناقص واحد سبعة صحيحة أشرب تلاتي تكعيب ناقص واحد سبعة وعشرين ناقص واحد ستة وعشرين أربعة تكعيب ناقص واحد 64 ناقص 1 63 نا إذن بهيك حالي الحد النوني هون راح يكون عندي نون تكعيب ناقص 1 إذن نجيب نكتب المطلوب المطلوب لنا اللي هو سيجما من نون تساوي 1 لا طبعا غير منتهية فبكتب إشارة لا منتهية إلى ما لا نهاية بنجد في الداخل الحد النوني نون تكعيب ناقص 1 يساوي 0 زائد 7 زائد 26 زائد 63 زائد طبعا إلى ما لا نهاية هيك إحنا كتبناها أو حولنا المتتالية إلى متسلسلة وكتبنا رمز المجموع من نون واحد إلى ما لا نهاية وكتبنا الحد النوني يون تكعيب ناقص 1 خلينا نشوف اللي بعدها 5 على 4 5 على 8 5 على 12 5 على 16 أول شي هي أنا عندي الأول الثاني الثالث الرابع إلى ما لا نهاية طيب الآن الحد النوني أول شي نوجد الحد النوني أنا عندي خط الكسر 5 بالبسط ثابتة إذن شو قلنا بالمقام الواحد صارت 4 الاتنين 8 الثلاتة التلاتة اتناش الاربعة ستاش طيب في فرق بين الاربعة والتمانية اربعة تمانية وتناش اربعة وهن اربعتاش اربعة أيضا إذن القاعدة لها علاقة بالعدد اربعة طيب خلينا أشوف اربعة ل القوة واحد اربعة اربعة لقوة تنين ستاش لا نجي لضرب اربعة في واحد اربعة اربعة في اتنين تمانية اربعة في تلاتة اتناش اربعة في اربعة ستاش تمام إذن زبطت عندي في المقام اربعة في واحد اربعة اربعة في اتنين تمانية اربعة في تلاتة اتناش واربعة في اربعة ستاش إذن رح تكون عندي هنا اربعة نون هي أوجدنا الحد النوني ضل علي شو أعمل أعبر عن المتتالية باستخدام رمز المجموع بأكتبها بصورة المتسلسلة بصير سيجما من نون تساوي واحد دائما الى ما لا نهاية الحد النوني بالداخل اللي احنا اجدناه هو خمسة على اربعة نون يساوي بحول المتتالي الى متسلسلة خمسة على اربعة زائد خمسة على تمانية زائد خمسة على اطناش زائد خمسة على ستاش زائد الى ما لا نهاية ننتقل الان نشوف ايش في عندي كمان افكار اذا لحد الان لا وجدناه كيف انا اعطيك متسلسلة او عفو متتالية حولها للمتسلسلة فكرة التانية كيف اعبر عن المتسلسلة باستخدام رمز المجموع نجد الحد النوني ونحدد الحدوث وبنكتبها الفكرة التالتة اكتب مفقوق سيجما لكل المتسلسلة مما يأتي انا ما اعطيك مفقوق سيجما ما اعطيك سيجما كاملة جاهزة ما اعطيك الحد النوني طالب منك المفقوق يعني انا عندي بلشت من الحد الاوش يعني مفقوق انا بلش عندي من الحد الاول ومنتهي بالحد السابع بدي اوجد الحدود السبعة وباكتبها بصورة متسلسلة من الاول للخامس نفس الشغلة باوجد الحدود الخمسة باكتبها بصورة متسلسلة إلى ما لا نهاية بوجد على الأقل ما فيها أول خمس حدود وبعبر عنها هون طبعا هاي عندي مالها منتهية ليه؟ لأنه أنا عندي بالأخير فيها عدد اللي هو سبعة كيف نحل أول شي نوجد الحد نجد الحدود السبعة الأولى ليه حددنا السبعة لأنه بلشت من عندي من نون واحد للسابع الحد الأول نعوض الواحد كان نون 3 في 1 3 الحد الثاني 3 في 2 6 الحد الثالث 3 في 3 9 الحد الرابع 3 في 4 12 الحد الخامس 3 في 5 15 الحد السادس 3 في 6 18 الحد السابع 3 في 7 21 أوجدنا الحدود السبعة الأولى الآن داكتبها على صورة متسلسلة إذن سيجما من نون تساوي 1 الحد السابع الحد نون هو 30 نون يساوي حد الأول 3 زائد لأنها متسلسلة 6 زائد 9 زائد 12 زائد 15 زائد 18 زائد 21 طبعا لو أنه طلب من المتتالية كنا بنجد الحدود الأولى في المتتالي كنا نحط بينهم إشارة الفاصل لكن هنا متسلسلة فنكتب إشارة الجميع بينهم هيك إحنا كتبنا المطلوب طيب نيجي الآن للفراج الثاني طالبني كذلك الأمر أوجد الحدود وفكوك سيجما لكون متسلسلة بس مبلش من الواحد بس إلى ما لا نهاية مش محدد لي أقام فيها نجد أول خمس الحدود كيف نوجد الحد الأول نعود للحد النوني ثلاثة للقوة نون ويساوي ثلاثة للقوة واحد ثلاث الحد الثاني ثلاثة للقوة تنين وين نون بنحط درجة الحد أو قيمة الحد ثلاثة تربيع تسعة الحد الثالث ثلاثة تكعيب ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة سبعة وعشرين الحد الرابع يساوي ثلاثة للقوة أربعة واحد تمانين الحد الخامس ثلاثة للقوة خمسة هون مش مشكلة هاي هون بتيجي واحد تمانين واضحة ضرب عندي تلات تلات تلاتة في تمانية اربعة وعشرين اذا ميتين تلاتة واربعين بتيجي انت هنا بترتب سيجما نون تساوي واحد ملا نهاية تلاتة للقوة نون تساوي نتب الحدود احنا وجدناها تلات زائد تسعة زائد سبعة وعشرين زائد واحد تمانين زائد ميتين والثلاثة واربعين ولو اوجدنا الخامس والسادس الى ما لا نهاية ليش لانهو اصلا محدد لي انها الى ما لا نهاية هيك احنا اوجدنا المطلوب اللي هو طالب طيب الان خلنينا نشور اي صفحة كاملة اي شيء بلزم طبعا ننتقل الان شوف ايش في عندي كمان اسئلة في عندي تدريب خمسة صفحة مية وتسعة وتلاتين طالب مني جد مجموع كل متسلطة لبما ياتي شو يعني المجموع يعني بدو القيمة العددية الان خلينا نشوف شو يعني جد مجموع يعني القيمة العددية قيمة عددية بالاخير كيف نجي هون سيجما من النون تسبب واحد للحد الرابع تنين نون زائد واحد اول شي بنوجد الحد الاول والتاني والتالت والرابع بنعود تنين نون زائد واحد تنين في واحد زائد واحد تلات الحد التاني تنين في تنين زائد واحد اربعة زائد واحد هي خمسة الحد التالت تنين في تلاتة زائد واحد ستة زائد واحد سبعة الحد الرابع تنين في اربعة زائد واحد بس للاربعة اذا نجي هون شو نعمل? نون تساوي واحد. الحد الرابع. تنين نون زائد واحد تساوي الاول. اوجدناه. طلعت معي القيمة تلات. زائد خمسة زائد سبعة زائد تسعة. الاول التاني. تالت الرابع. تساوي. بدك توجد مجموع هاي الحدود مع بعض. تلاتة زائد خمسة تمانية. تبانية زائد سبعة خمستاش. عشرين اربعة وعشرين. تكذبها بهاي الصورة. هذا انت الحكي لما يحكي ليجد مجموع. يبدو قيمة عددية. نجينا لبعده. سيجمال ونتساوي واحد للحد الرابع كاف. اذكركم شوي نرجع لورا. لما كنا نحكي الاقتران الثابت. تذكر. قاف السين يساوي تلات. شو يعني? يعني هذا اقتران ثابت. شو يعني اقتران ثابت? يعني شو ما اعود قيم سين واحد تلاتة اربعة راز بتكون صورتها تلات. لما احكي قاف الواحد تتكون تلات. قاف الخمسة تتكون تلات. قاف الصفر تتكون تلات. قاف السالب واحد تتكون عندي تلات. يعني اقتران ثابت. وهون كذلك الامر. الان ايش ما انا عندي طالب مني من الحد الاول للرابع. اذا بدي اوجد انا الحد الاول. بدي اعوضو هنا بالاقتران. راح تكون مش حكيان احنا تلاتة سلسلسة عبارة عن اخترانات. طيب. اذا الحد الاول لو اعود ده تكون صورته كاف. هيكوا حكيلي. كاف عدد ثابت. مش وارف ايش هو هادا العدد. خمسة ستة سبعة تمانية. المهم انه الصورة الواحد حتكون كاف. طيب الحد التاني ايضا صورته كاف. الحد التالت ايضا صورته كاف. والحد الرابع ايضا صورته كاف. لان كيف انا بدأ اوجد مجموع? سيجما. نون تساوي واحد. حد الرابع كاف. تساوي. الحد الاول ايش قيمته? كاف. زائد الحد التاني كاف. زائد الحد التالت كاف. زائد الحد الرابع كاف. تساوي. طيب شو ما جموع كاف زائد كاف زائد كاف زائد كاف. واحد كاف. واحد كاف واحد كاف واحد كاف. اربعة كاف. هيك احنا اوجدنا المقدار المطلوب تمام وهاي نستنساج تتذكر هون ايش يعني مفهوم الاقتراني الثابت وايش يعني صورة العدد في الاقتراني الثابت انها تبقى الثابتة هي نفس العدد بناء على وجدنا القيمة المطلوبة هون نيجي لتمارين ومسائل الدرس السؤال الاول الان تمارين ومسائل الدرس ثلاث اسئلة راح تتناوب على الافكار اللي احنا اخذناها الان ونطبق عليها فخلينا نتبت المادة بدمانة صح من خلال حال تمارين ومسائل الدرس السؤال الاول صفحة 141 بحكيلي اكتب المتسلسلات المرتبطة بكل متتالية مما يأتي معبرا عنها باستخدام رمز المجموع اذا انا بدي احول فرع الاول هاي المتتالية لمتسلسلة واعبر عنها باستخدام رمز المجموع احدد من عنون تسوي واحد لاخر حد اول شي هاي المتتالية الموجودة امامي مالها منتهية بدي احولها لمتسلسلة شو بتصير عندي سبعة زائد اربعة عطاش زائد واحد وعشرين زائد تمانية وعشرين زائد خمسة وثلاثين بحدد الحدود واحد تينين تلاتة اربعة خمسة عبر عنها برمز المجموع اذا نكتب سيجما من نون تسوي واحد لا لعدد الخامس طيب انا بعرف الحد النوني اللي ها موجود عندي هون لا بدينا نجد الحد النوني اذا هون نجد الحد النوني كيف عندي واحد مقابلها سبعة تنين مقابلها اربعة عطاش التلاتة مقابلها واحد وعشرين الاربعة مقابلها تمانية وعشرين واحد سبعة تنين اربعة عطاش يعني هون بين السبعة والاربعة عطاش بسبعة وبين الاربعة عطاش بواحد عشرين سبعة سبعة يعني الموضوع فيه له علاقة بالحدد سبعة كأساس في إيجاد قاعدة الحد النوني طيب خليني أحكي 7 ضرب 1 7 7 ضرب 2 14 7 ضرب 21 7 ضرب 24 28 ممتاز إذن 7 ضرب نون إذن 7 نون هي الحد النوني تمام نجد كتابتها سيجما نون تساوي 1 5 7 نون تساوي 7 زائد اربعتاش زائد واحد وعشرين زائد تمانية وعشرين زائد خمسة وتلاتين هيك طبعا المنتهية هيك احنا اوجدنا المطلوب من السؤال طيب خلينينا ننتقل للفرع اللي بعده نشوف هون شو المطلوب معنا فرع بها أول شي سالب 2 على 3 سالب 2 على 5 سالب 2 على 9 سالب 2 على 7 سالب 2 على 9 أول شي خليني نجد الحد النوني عندي خط الكسر عندي البسط واضح سالب 2 دايما عندي المقام هاي انا عندي واحد تنين تلاتة اربعة الواحد صارت تلاتة والتنين عندي خمسة والتلاتة سبعة والاربعة تسعة طيب كيف انا بدي اوجد هاي القيمة تنين تلاتة اربعة طيب لو نحكي تلاتة في نون تلاتة في واحد طيب تلاتة طيب هون تلاتة في اتنين ستة لا مش رح تزبط بيك حالة طيب لو نحكي عندي هون تنين في واحد تنين زائد واحد تلات تنين في اتنين اربعة زائد واحد اربعة زائد واحد خمسة طيب تنين في تلاتة ستة زائد واحد تنين في اربعة تماني زائد واحد اذا رح تكون عندي تنين نون زائد واحد كيف؟ رد نعيد 2 في 1 زائد 1 2 زائد 1 3 طيب البعضي هاته 2 في 2 زائد 1 4 زائد 1 3 5 بعدين 2 في 3 زائد 1 6 زائد 1 7 4 2 في 4 زائد 1 8 زائد 1 9 إذن مضبوط 2 نون زائد 1 2 نون زائد 1 نجي الآن نكتب المطلوب نرتبه إذن سيجما نون تساوي 1 للحد الرابع الحد النوني كان سالب 2 على 2 نون زائد 1 يساوي سالب 2 على 3 زائد سالب 2 على 5 زائد سالب 2 على 7 زائد سالب 2 على 9 إذن نطبق الدرس الأول والثاني مع بعض بنفس الوقت بهذه الأسئلة حول المتتالي إلى المتسلسلة وأوجد الحد النوني كذلك الأمر ورتبها بهذه الصورة نجي للفرع اللي بعده أو خلينا نشوف الحفرة الأول كامل تمام نجي للفرع اللي بعده اللي هو جي أنا عندي 1 سالب 3 9 سالب 27 81 برجع بذكركم لما يكون في عندي عدد موجب عدد سالب عدد موجب عدد سالب بدي أستخدم قاعدة من القاعدتين انتبه هون إما سالب 1 للقوة نون أو بدي أستخدم سالب 1 للقوة نون ناقص 1 لحظة نون زائد 1 نفس الشي بناء على ترتيب الأعداد من اللي بلش السالب وللموجب هنا عندي الأول هو موجب طيب لو أحكي طبعا هي ترتيب الحدود 1 2 3 4 5 سالب 1 للكوة 1 سالب 1 للكوة 0 دائما 1 إذن صحيحة بجيب أطبق على الحد الثاني سالب 1 انسي الأعداد أنا بتعامل على سالب 1 سالب 1 للكوة التينية ناقص 1 سالب 1 للكوة 1 سالب 1 نعم إذن أنا بدي أستخدم هاي القاعدة هاي جزء من الحد النوني إذن الحد النوني كبداية أنا عندي جزء من القاعدة سالب 1 للكوة نون ناقص 1 ضرب الآن بنتقل للشقة الثانية إني بتعامل بإشي العلاقة ما بين الواحد مع الواحد الثنين مع الثلاث من غير الإشارة بهمل وجود الإشارة الثلاث مع التسعة الأربعة مع السبعة وعشرين الخمسة مع الواحد وتمانين إيش هي العلاقة المبنية على هداء الأساس أنا بدي أتعامل معها نشوف واحد للواحد الثنين للثلاث الثلاث للتسعة أربعة للسبعة وعشرين خمسة للواحد وتمانين بنلاحظ إن من ضعفات العدد الثلاث فالعدد الثلاثة إله جزء كبير من هاي القاعدة خلينا نشوف، نحكي 3 للقوة 1، 3، لا ما ضبطت تب هنا 3 للقوة 2 تسعة برضو لا 3 للقوة 3 بس بما مظبوطة لو اجيي من أجرب 3 للقوة نون خلينا نجرب ناقص 1 للقوة شفر يجي اطبق على الحد الأول 3 للقوة واحد ناقص واحد 3 للقوة صفر 0 1 شباب صبايا دائما دائما لما يكون عندك الحد الاول في المتتالي واحد احرف انه هو عبارة عن عدد مرفوع للقوة صفر هو عبارة عن عدد مرفوع للقوة صفر فصار عندي الواحد وبناء عليه بتحاول تبني القاعدة اللي اليك اذا ثلاثة للقوة صفر واحد هاي صحيحة نجي للتانية ثلاثة للقوة تينين ناقص واحد ثلاثة للقوة واحد ثلاثة نعم هاي ثلاثة صحيحة انسوا الاشارة طلعنا لها قاعدة هالاشارة نجي للتانية ثلاثة للقوة ثلاثة ناقص واحد ثلاثة تربيع وتسعة نعم صحيحة اذا الجزء التاني من القاعدة رح يكون عندي هو عبارة عن ثلاثة للقوة نون ناقص واحد هادي كلها هي الحد النوني طيب الان سمعتني ما حولت المتتالية لمتسلسلة نجي الان نكتب الجواب نون يساوي واحد الحد الخامس سارب واحد القوة نون ناقص واحد ضرب ثلاثة للقوة نون ناقص واحد يساوي واحد زائد ثلاثة زائد تسعة زائد ثلاثة سبعة وعشرين زائد واحد وتمانين مرة تاني هاي المسألة حكينا كنا عندي عدد منجة بعدد سالب مباشرة بروح باستخدم قاعدة من القاعدة تاني سارب واحد للقوة نون او سارب واحد للقوة نون ناقص واحد تانين بوجد الشقة التاني من هاي من الحد النوني لو انا عندي العدد اللي علاقة بالعدد ثلاثة فثلاثة هي شيء اساسي الان اما باقض ثلاثة للقوة نون ما ضبطتش ثلاثة في نون ما ضبطتش ما تعمل مع ثلاثة للقوة نون ناقص واحد او نون زائد واحد وبنطبق لكن ايضا لازم ننتبه لما يكون الحد الاول عندي فيها واحد اعرف انه عبارة عن عدد مرفوع للقوة الصفر وعليه بامكانك ايضا تكمل شغلك نيجي لا السؤال التاني اش طالب مني السؤال التاني طالب مني اكتب مكوك كل متسلسلة مما يلي ما اعطيني المتسلسلة وطالب مني اوجد المفكوك اللي إلها ومحدد اللي من الاول للسادس يعني بدي اوجد معنى اخر الحدود الحد الاول ويساوي بده اعود في القاعدة مش هي هيك ايه مع بعض كلها الحد النوني عود فيها السالب تنين للقوة نون ويساوي حد الاول السالب تنين للقوة واحد يساوي سالب تنين الحد التاني السالب تنين للقوة نون ويساوي السالب تنين للقوة تنين ويساوي زوجي سالب تنين في سالب تنين سالب تنين في سالب تنين سالي عندي سالب ضرب سالب نتذكر موجب أربعة الحد الثالث سالب تنين القوى ثلاث ويساوي سالب تنين ضرب سالب تنين ضرب سالب تنين سالب ضرب سالب موجب موجب في سالب سالب تمانية الحد الرابع سالب تنين القوى أربعة ويساوي سالب تنين في سالب تنين في سالب تنين في سالب تنين ويساوي موجب 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 ستتاش الحد الخامس ايضا طالبه قوة خمسة سالب تنين في سالب تنين اربعة خمسة موجب موجب سالب دل سالب عندي اتنين وثلاثين نيجي للي بعده لحد السادس سالب تنين لقوة ستة زوجي تحصير موجب لقوة ستة يعني سالب تنين بضربه بنفس حال ستمرات فارجيح يطلع عندي اكام اربعة وستين اني شي بنعبر عن المطلوب. نون تساوي واحد حد السادس سالب تنين للكوة نون طالب من المفقوق. اللي هو الحد الاول سالب تنين زائد اربعة زائد سالب تمانية زائد ستاش زائد سالب تنين وتلاتين زائد الاربعة وستين. وانت هيا طبعا. واضحة. كاملة. طيب نشوف السؤال بعده. ايش طالب منا? اسئلة. او الفرع التالت من نفس السؤال ايضا. بده الفرع بها. نفس السؤال طالب اني المفقوق. نون تساوي واحد الى ما نهاية. طيب نوجد. الحد الاول يساوي. بتعود اول مكان نون. واحد على واحد زائد واحد وتساوي واحد على اتنين. طيب الحد التاني. تنين على تنين زائد واحد وتساوي اتنين على تلات. الحد التالت. تلاتي على تلاتي زائد واحد. تلاتي على اربعة. الحد الخامس. عفوا الرابع. اربعة على اربعة زائد واحد وتساوي اربعة على خمسة. مكان نستمر اكتر. سيجما. نون تساوي واحد. الى ما لا نهاية. نون على نون زائد واحد. تساوي الاول نص زائد. تنين على تلاتي زائد. تلاتي على اربعة زائد. اربعة على خمس زائد. ليه? لانها غير منتهية. طيبها. بهاي السورة. كاملة. نيجي للسؤال البعض. التالت. ايش طالب مني? جيت مجموع كل متسلسل من المتسلسلات الاتية. الفرع. الف. الاول. سيجما من نون تساوي واحد للخمسة نص. مجموع حاكي نبدو قيمة عددية. مجموع عن قيمة عددية. ايش? اول شي. برضو شي طبيعي. اذا اوجد الحدود بعدين انت اوجد مجموع. بنبلش. الحد الاول. يساوي. نص للقوة نون. يساوي. نص للقوة واحد. يساوي نص. نيجي. الحد الثاني. نص للقوة تنين. يساوي. نص ضرب نص. يساوي. خمسة خمسة وعشرين. عندي منزلتين. ورا الفاصل العشري بصير خمسة وعشرين من المية. نيجي للمعض. الحد الثالث. نص. تكعيب. ويساوي. نص ضرب نص ضرب نص. نص. خمسة في خمسة وعشرين. خمسة وعشرين في خمسة مية وخمسة وعشرين. كما نزلي عندي بعد الفاصل واحد تنين تلاتة. نجي للمعضه. حد الرابع ويساوي. نص للقوة اربعة. ويساوي. نص ضرب نص. ضرب نص ضرب نص. الآن خمسة في خمسة وعشرين. خمسة في خمسة وعشرين. خمسة وعشرين في خمسة وعشرين. ستمية وخمسة وعشرين. الآن كما نزلي عندي بعد الفاصلة? واحد تنين تلاتة واربع بحث صفر. معلش اذكركم. طريقة يعني. من تبه? العملية الضرب. الآن النص مضربة بنفسها اربع مرات. هنا تلات مرات. يعني هي عبارة عن ضرب نص كمان مرة. في خمسة. انسوا الفاصلة في حالة الضرب. مش بتسير. خمسة بخمسة خمسة وعشرين. خمسة في اتنين عشر. اتنين اتناش خمسة واحد اخمسة ستة. تمام? الآن بحض كم منزلي بعد الفاصل العشرية للحالات كلها? هي واحد. هاتينين. هاتى ثلاتة. هي اربعة بجلال جواب. بعد واحد تنين تلاتة. بحط سفر الرابعة. ابحط الفاصلة. اذا اعمر في حالة الضرب بنسب ووجود الفاصل العشرية. وبالاخير بعد المنازل بعد الفاصلة. وبعد منازل من الجواب وبحط الباطل العشرية. فبطلع الجواب. الحد الخامس ويساوي. نص للقوة خمسة. بضروبي بنفسها اكم? خمس مرات. تنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. طيب. نجي هون. ناخد. يعني ست مية وخمس وعشرين دربناها كمان مرة بخمسة. درب خمسة. واضحة? تمام. خمس في خمس وعشرين. خمس في ستة تلاتين واحد تلاتين. نيجي. نعد كم منزلي ورا الفاصلة. واحد تنين تلاتة اربعة خمسة. واحد تنين تلاتة اربعة. بحط سفر المنزل الخامسة وبعدها بحط الفاصلة. اذا الجواب. تمام? الان هو طالب مني ايه? طالب مني المجموعة. يعني انا بطالب مني اوجد مجموعة كل هاي الاعداد. طيب الاول نكتبها. سيجما. من نون تساوي واحد. الحد الخامس. نص الكو نون. يساوي. الحدود دي رتبها. اول واحد كان الجواب نص. زائد. خمس وعشرين بالمية. زائد. مية وخمس وعشرين بالقلب. زائد. ستمية وخمس وعشرين بنشر تلاتة زائد. اتنين واحد تلاتة. يساوي. ايش طالب مني اوجد هون? طالب مني اوجد الجواب المجموعة. شو بنعمل? برضو. نتذكر باجي بوجود على جنب. ننتبه جميعنا معلش هنا ونركز. في حالة الجميع برتب ان المنازل كلها بفوق بعض. بالاحتماد على الفاصل العشية. في الضرب حكينا بنضرب من غير الفاصل العشية. لكن في حالة الجميع برتب المنازل كلها حسب الفاصل العشرية وبرتب الفاصل فوق الفاصل. بعدين برتب المنازل. نيجي. منزلي الاولى. انا عندي النص. بعدين بحط الفاصل فوق الفاصلة. تينين خمسة. اللي بحديها هاي الفاصلة. واحد تينين خمسة. نحط صفار فوقها. بعدين الفاصلة. عندي سفر. ستة تنين خمسة. نحط صفار. بعدين الفاصلة. نيجي عندي سفر. تلاتة. واحد تينين خمسة. نجمة. خمسة واتنين سبعة خمسة سبعة ثمانية نجي هون لازم ننتبه نفسر الخنات عن بعض سبعة عشرة ستاش هون باليد نجي بعدين خمسة سبعة ثمانية تسعة بعدين الفاصلة اذا الجواب يساوي تسعة بهاي الصورة اتقط بطها عمية الجميع وعمية الضرب سعملها مع الفاصلة العشرية نذكر حرسين بالنسبة لهذا الحكي تمام نيجي الان ده فرع با من السؤال فرع با من السؤال بس خلينا نشوف هون اللي بدو يكتب نيجي هون با اول شيء الاول الرابع بدنا نوجد الحد الاول يساوي نون تربيع ناقص واحد ويساوي واحد تربيع ناقص واحد ويساوي واحد واقص واحد سفر الحد الثاني تنين تربيع ناقص واحد اربعة ناقص واحد تلات الحد الثالث تلاتة تربيع ناقص واحد ويساوي تسعة ناقص واحد ويساوي تمانية الحد الرابع اربعة تربيع ناقص واحد ستاش ناقص واحد ويساوي خمستاش اذا اكتبها سيجما نون تساوي واحد اربع نون تربيع ناقص واحد يساوي صفر زائد ثلاث زائد تمانية زائد خمستاش واحدين ثلاثة اربع نعم يساوي نجد المجموع تمانية عشرة حمدياش واحد وعشرين ست وعشرين نجي الان شو شو ضل علينا فرع جيم من السؤال ايضا نفس الشيء من الاول للتامن اذا يساوي تسعة ويساكينا بالاقتراني الثابت تمام اذا نوجد الحد الاول نضع عود الاول اوجد صورتو شو صورته تسعة اقتراني ثابت عدد ثابت حالينا زيو الحد التاني تسعة الحد التالت تسعة الحد الرابع تسعة والحد الخامس تسعة سادس سابع التامن لا عند التامن نجي هون سيجما نون تساوي واحد الحد التامن تسعة تساوي نوجد ما جميع تسعة زائد واحد اثنين تمان مرات تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية الان كي بدأ اوجد المجموع تمانية تسعة مين وسبعين اوجدنا المطلوب هيك انهينا درس متسلسلة بتمنى انه الجميع تكون سوعبه ويعرف الافكار التلاتة الموجودة فيه كيف تعاملنا مع السيجما شو مقصود بالسيجما كيف نوجد المجموع كيف نوجد المفكوك كيف تحول من متتالية لمتسلسلة بتغيير الفاصلة لله اشارة الجميع وسهل وبسيط جدا اتقنوا مهارة الاسئلة اللي احنا حلناها ويعطيكم الف عافية والحصر القادم ان شاء الله بدارس جديد شكرا لكم